تقوم المنظمات غير الحكومية بدور مهم من خلال توحية المجتمع وتقوم تلك المنظمات بفتح دورات مستمرة لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات للمجتمع للتطوير الذات والمساهمة في مجالات عدة هذه المنظمات تحتاج إلى دعم الحكومة والمنظمات العالمية دورنا توحية تطوير البناء التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعمهم في فترة المساعدة من خلال دورات توحية وتطوير البناء التحتية من خلالنا حتى نسعمهم بقدرات أحسن ذوي الاحتياجات الخاصة أشاروا إلى التقصير الحكومي في دعم المنظمات وعدم تقصيص دعم مالي لها ضمن موازنات البلد السنوية لكي تستفاد منها في تنفيذ المشاريع يفترض قانونيا بالنسبة للحكومة العراقية أنه تخصص جزء من الميزانية صح هذا الجزء بالأرقام ممكن يكون واحد بالمية اثنين بالمية خمسة بالمية لكن هو بالمبلغ النهائي رح يطلع مبلغ كل شيء شبير ورح كل شيء يستفاد المنظمات بتنفيذ المشاريع والانشطة بما يخدم المجتمع العراقي بصورة عامة وخاصة المجتمع الكاركوكي وأطراف كاركوك والمناطق المتضررة أجراء هذه الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة 12 ألف مواطن من دول إعاقة في كاركوك ينتظرون دعمهم من قبل المنظمات غير الحكومية وخصوصا المنظمات العالمية هنا نحن تواجدنا كأعضاء المنظمات وأيضا وهم لديهم دعم خاص لمناصرة ذوي إعاقة ونحن بحاجة إلى مناصرة فهؤلاء الأشخاص يتم دعمنا بتمويل ويمكننا أن نخدم تلك الشريحة المظلومة هناك أكثر من 12 ألف دول إعاقة في كاركوك لا أحد يعلم ما هو مصيرهم ويوم العالم المعاقل دينسون وهناك منظمات يحيون هذه المناسبات ونحن بحاجة إلى تماسكنا بهذه المنظمات لكي يدعمونا لإيجاد حلول هؤلاء الأشخاص المظلومين المحرومين من كثير الأشياء هناك تحت البنية التحتية لهؤلاء الأشخاص هناك العشرات من المنظمات الحكومية وغير الحكومية موجودة في كاركوك وهناك المئات من المواطنين محاجة ماسة إلى دعم أو تقصيص مالي لتنفيذ مشاريع صغيرة أو تأمين مستقبلهم ويحتاج العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى دعم الحكومة المحلية والاتحادية وكذلك لمنظمات غير الحكومية وذلك لتأمين حياتهم ومستقبلهم لدينا جاء فضل التغيير كاركوك ترجمة نانسي قنقر